الأزمة السياسية في العراق تتعقد يوما بعد يوم مظفية مزيدا من الغموض على ملف تشكيل الحكومة الجديدة فالتيار الصدري الذي دخل اعتصام أنصاره في مبنى البرلمان يومه الثاني عشر يصر على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وإزاحة ما يصفها بالطبقة السياسية الفاسدة والوجوه القديمة ملوحا بخطوات تصعيدية في حال عدم استجابة القوى السياسية لمطالبه بعد تصعيد التيار الصدري الأخير بدى الإطار التنسيقي منقسما إلى تيارين الأول يتماهى إلى حد كبير مع ما يطرحه الصدر ويدعو إلى التهديئة والحوار للوصول إلى حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات فيما يرفض التيار الثاني الذي يمثله المالكي الذهاب إلى حل البرلمان وفق الرؤية التي يتبنىها الصدر الحكومة القادمة هي على اعتاب عودة البرلمان إلى نصابه وكذلك إيجاد طاولة حوار مشتركة ما بين الفرقاء السياسيين والذهاب باتجاه خارطة طريق موحدة وقرار موحد نتيجة ما يحصل في الساحة السياسية وكذلك دخول الأمم التحدة بمثل بلاس خارطة على محك الأزمة وبالتالي أعتقد أن الحوار قريب جدا رغم هناك خطاب تصعيدي ما بين الأطراف المختلفة ولكن نحن ندفع باتجاه التهديئ فيما يزال موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني غامضا وإن سجل اعتراضا ضمنيا على خطوة اختحام البرلمان يبدو تحالف السيادة الذي يتزعمه رئيس البرلماني محمد الحلبوسي منسجما مع خطوات التيار الصدري شيء من القلق والترقب الحاذري يسيطر على الشارع العراقي من مغبة استمرار الانسداد السياسي وتداعياته على مجمل المشهد في البلاد ولا سيما أن المعطيات الحالية تشي بأن التصعيد قد يكون الأقرب من التهديئة خلال الأيام المقبلة راد المعموري تيارت عربي بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر